قلبها بين يديها يتألم وهي لا حيلة لها غير الشكوى عسى أن يسمع صوتها وتجد من يساعدها في إنقاذ ولدها محمد المصاب بالصراع والشلل الدماغي فقر الحال وصعوبة العيش يجعل من الصعب على أم محمد دفع مصاريف علاج طفلها الذي يذوب بين يديها طبيب قال لي هذا الصراع ما لم استمر قد أنت من العالم والناس الخيرة جابت لي أخذت الدكتور خصائي طلع عنده شلل بالدماء وأنا ما عندي لها حتى أعالج هذا الطفل وأهلي حالتهم تعبان أبيتنا واقع أبوي على الطالب الطال أمه تشتغل في دار ما الأيتان وهذا الطفل أطالب الحكومة الناس الخيرة بعت العدي والما عندي لها حتى أوفر لهذا الطفل العلاج داليا عفته ما عندي بعد منين أجيب له شوفونا حل يعني والله بمليانة نحن مو عراقيين يعني إذا مو عراقيين قلونا يعني يعني والله مليانة أنا محتارة بهذا الطفل محتارة يعني أباوه على حالته لي عائلة أم محمد لجأت إلى بيع أثاث المنزل الفقير لإنقاذ الطفل لكن ذلك لم يسعفهم فالمشافي الحكومية في البصرة لا تتوفر فيها أدوية الصراع والشلل الدماغي وهذه الأدوية باهظة الثمن في العيادات الأهلية بعنا لأول والتالي ما ظل شي ما بعناه على مو ده الطفل هذا العالم نوديه للدكتور الدكتور يقول به شلل لا توديه غير الدكتور يطلع لك أربع سنوات وهو هل قداته صغير يعني مثل ما تقول ما ظل عدت الهدوم العلينة ريد نبيح على مو ده الطفل هذا تأمل عائلة محمد بانتشارها من اليأس الذي يحيط بشفاء طفلها وأن تمتد يد لهم بالعطاء تربت على جسد الطفل وتخفف آلمه